اشتركوا في القناة والتي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون البناء مؤكدا تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع جمهورية مالطا في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين متمنيا لجمهورية مالطا وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار من جانبه أشاد معالي وزير الخارجية وشؤون أوروبية في جمهورية مالطا بالعلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مالطا وما وصلت ليه من تطور وتقدم مستمرين على كافة المستويات معربا عن حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي مع مملكة البحرين لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة متمنيا لمملكة البحرين المزيدة من التقدم والازدهار وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية كما تم التباحث حول الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأكد الجانبان أهمية التواصل بين كبار المسؤولين في البلدين وتعزيز تعاونهما في كافة المجالات الحيوية ترجمة نانسي قنقر